طيب نروح لأسئلة المشاهدين برضو لأن مهم التفاعل منا سبير وطول أنا مؤخرا بسبب الشغل بقى أكلي كله من بره وما باكلش أي خضار أو فاكهة للأسف وطبعا عندي مشاكل كتير زي الإمساك المستمر بشريتي بحتانة شعري بيقع أنا عارف أن ده بسبب قلة الأكل الصحي بس عايزة أعرف هل لو خدت ألب مالتي فيت ممكن يوفر لي الفايتامينز اللي محتاجاها ولا برضو لازم الأكل الصحي معاها طبعا ألب مالتي فيت هيوفر لها جدا الفيتامينات اللي هي محتاجاها مهمة قوي لشعرها بيوتين وزنك ونحاس وفايتامين سي الأربع فيتامينز اللي مهمين جدا لصحة الشعر موجودين داخل ألب مالتي فيت طبعا هيدعم لها المناعة هيدعم لها الصحة النفسية لكن أنا أكيد كل مرة بقول لازم نحاول أن احنا ناكل أكل صحي لأن أنا بقول أن ألب مالتي فيت احنا نمشي به لايف ستايل تركيزاته مش عالية أن أنا أخده ككورس شهر أو شهرين ووقفه التركيزات الكالسيوم سبعين مستمرة ممكن جدا لكيش أي أضرار لا تتعارض مع أي دول لأن احنا معدل الكالسيوم منحتاجه في اليوم حوالي ألف جرام يمكن الستر حامل بتحتاج ألف ومتين أفتر مونوبوز بتحتاج ألف ومتين لكن هو الطبيعي نحنا نحتاجين ألف ميلي جرام أنا عندي سبعين ميلي جرام فأنا التركيزات كويسة جدا عندي فيتامين سي 500 ميلي جرام الجسم محتاج 1 جرام فبحاول أن أنا أعمل المعادلة دي أن احنا ما ينفعش أطلع أقول لا ناكل كل اللي احنا عايزينه ونستخدم ألف ومتين يعني هو زي ما بتقال كده أحسن الضرارين لو طالما أنت حياتك كلها ماشي غلط طبعا تاخد مكمل غذائي بس لازم أن هي تحاول مرة واحدة واحدة تسيطر على أعرف فكرة البنت دي هتلاقي وشها برضو مفهولة مدارة هتلاقي وشها مفهولة باهت جدا هتلاقي عندها الهالات السودا عندها لو بنت صغيرة هتلاقي بداية تجعيد أه طبعا لأن كل الحاجات دي بتبقى نتيجة نقص الفيتامينات ومعادل عندك فيتامين سي وإيه مهم جدا للتجعيد لأنه أنتي أكسيدنت وفيتامين سي مهم لدعم الكولوجين كويس فهي الإجابة طبعا محيفيد جدا ولكن مفيش حاجة سحر أنتي لازم برضو تكوني حياتك عايشها بطريقة سليمة يعني مش طبيعي أن إيه نحن ما نعملش أي حاجة خاص بعينها فين الدواء السحري أو المقامل الرداء السحر نروح لأستاذ مرات حنة بيقول صباح الفل على حضراتكم إيه الفيتامينات الجسمي محتاجها كراجل وهل ممكن نقص الفيتامينات تؤثر على الخصوبة أو العلاقة الزوجية وشكرا طبعا على فكرة رجال كتير محتاجة الفيتامينات بيش بس سنتاج لكل الرجال محتاجين الفيتامينات من أهم الفيتامينات اللي الرجال محتاجاها فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه فيتامين سي للمناعة مهم جدا فيتامين إي اللي كأنتي أكسيدنت يمكن لتحسين الخصوبة أنا عندي ثلاث حاجات داخل ألف مولتي فيل فيتامين إي مهم جدا لتحسين الخصوبة عندي الزنك من أهم الفيتامينات اللي بتعليلي الكواليتي بتاعت الحيوالات المنوية والحركة وعندي نحاس مهم جدا جدا لدعم الخصوبة فقالب مولتي فيت هيبقى هايل معاهم أهم حاجة أنا باخد من قالب مولتي فيت كابسولة واحدة بس في اليوم أيا كان سني أو أيا كان عمري سواء ستة أو راجل هو كابسولة واحدة بيمدك بالفيتامين إي وفيتامين سي وفيتامين ها الكالسيا مهم من العظمهم آه ممكن كل الراجل ما بيحصلوش مشاكل في العظم قد الستات وإحنا كده على طول في كل حاجة وكل حاجة جاي علينا كده مظلومين لا حتى في دي بجد حتى في العظم كمان في العظم طبعا الستات هي اللي بيجي لها مشاكل في سن أقل شوية من راجل الراجل بيبتدي يشتكي من عظمه بعد الخمسة وخمسين بس مهمة برضو عشان دعم العظم نعرف ان احنا نقعد صحي يعني ما فيش بنات في سن المراهقة وولاد طول وقت عاديين مقتبين ويجوا يشتكي من العظمه لما يكبروا الأعضاء الصح الألبان والزبادي الحاجات دي كلها مهمة لدعم العظم مع ألف مالتوفيت أكيد